لغل الإعلان المرئي قد أصبح له نصيب الأسد في السوق الإعلانية في البلاد كونه يستحوذ على 40% من حجم السوق المرء اليوم بدأ يتغلغل بدأ يأخذ من نصيب الأسد نصيب الأسد كان الصحافة بدأ اليوم يأخذ كثير من نصيب الأسد وصل اليوم إلى أكثر من 40% من النسبة من نسبة الصرف الإعلاني وتراجع الإعلان حالياً الإعلان المغرؤ إلى 54% تقريباً وبالنظر إلى المستهلكين فلكل منهم وسيلته الإعلانية التي يفضلها لمعرفة حاجته من الأسواق المرئي هو الممكن تشوف مع الدعاية والشغلات هذه مقري أكثر لكن الناس أحياناً تتبع الإعلانات مثل تخفيضاتها الكثير يعني يروحوا لهم بالتأكيد يعني الإعلان المرئي يعني يخاطب عقل المشاهد أكثر يعني الزبون يعني لما يشوف شيء قدامه بتفرق وياه أحسن من أنه يكون يسمع شيء وبالنسبة للتواصل الاجتماعي تواصل الاجتماعي اليوم يعني كثير قاعد تفرق بالساحة فإذا كان شيء مرئي عن طريق التواصل الاجتماعي بيكون تشارع أتوقع أكبر بالنسبة حقي اللي موجود الحين المفروض أقول لك سوشال ميديا بس بالنسبة حقي أنا اللي أسمع مثلاً من الناس أو اللي مدح لي وحسب الأحصائيات فإن حجم السوق الإعلاني في البلاد قد لامس البليون دولار خلال العام الماضي اشتركوا في القناة